نظام الإمداد الدموي للدماغ نظام فريد من نوعه الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية في الدماغ بتختلف تماما عن الأوعية الدموية في جميع أنسجة الجسم في الدماغ بنلاقي إن الشرايين أرفع وأضعف من شرايين الجسم وده بيخليهم عرضة لحدوث الانسدادات والجلطات بأنواحها والأوردة في الدماغ ما بتحتويش على أي صمامات ونقص الصمامات في الأوردة بيسمح للدم أن يرجع في الاتجاه المعاكس والشعيرات الدموية الموجودة في الدماغ بتختلف عن غيرها في خلايا الجسم لأنها مش بتسمح بمرور معظم الجزائيات والعناصر الكبيرة لخلايا وأنسجة الدماغ والخاصية دي بيطلق عليها اسم الحاجز الدماغي الدموي بلد برين باريار والاختصاره بي 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 وده بالضبط اللي بيفصر لنا في صورة الأشعة المقطعية بالسابغة أو الرنين عدم ظهور خلايا وأنسجة الدماغ مشبعة بالسابغة لأن السابغة تعتبر من المواد اللي الحاجز الدماغي الدموي بيمنع مرورها لأنسجة وخلايا الدماغي وده طبعا بيكون في الحالة الطبعية للحاجز الدماغي الدموي لأن ظهور السابغة في مكان مش المفروض أن هي تظهر فيه ده بيفصر وجود حالة مرضية وبالرغم من كده إلا أن في معظم الأجزاء اللي موجودة في الدماغ شعيراتها الدموية ما بتحتويش على حاجز دماغي دموي وبالتالي بيكون ظهور السابغة فيها أمر طبيعي زي مثلا البيتوتري جلاند والإنفانديبلام والبينيال جلاند والكرويد بليكساس والفينيس استراكترز السابغة بتبقى في الأماكن دي شيء طبيعي جدا لأن شعيراتها الدموية ما بتحتويش على أي حاجز دماغي دموي اشتركوا في القناة